بص تعال برضو نتكلم أكتر يا كريم عن فريق فلوما نانسي بطل هنا بنتكلم يعني كاس أمريكا الجنوبية مبدئيا هو بيشارك هنا لأول مرة في منافسات كاس العالم للأنديا ونقف هنا ثواني وبعد بيقولك فكرة أصلا أو كون إن هو بيشارك في أول أو لأول مرة في كاس العالم للأنديا فأنت فيه جعب كبير قوي بلغة الأرقام بينك وبينه يعني ممكن ده يكون لصالحك بشكل كبير بس يقص برضو مش كده لأن انت لعبت أنديا كتيرة جدا فيه بطلات مختلفة وكان الجاب كبير جدا فنيا بس انت بقدرت اشتحق قدامهم حاجة فبعض الأحيان حصلت خيان بقى سبق كلم بتاريخ بنرجع لحاجات أو إنسدنس أو وقائح حصلت مش بنتكلم وخلاص فحصل قبل كده فما فيش حاجة مضمونة في لغة كرة القدم أبدا خيانوا تكلم عن الأرقام برضو الموسم الحالي لعب 55 مباراة فاس بـ 26 خسر في 17 وده يعتبر رقم كبير وتعدل في 12 طيب بالنسبة لفلمانانسي انت إيه اللي بيميزك عنده خط هجوم بيسموه ناري جدا هو فعلا قوي جدا بيتميزه بخط الهجوم بتاعه سجله عفوا 81 هدف لكن خط الدفاع عنده يمكن مش أفضل حاجة لأنه برضو بالأرقام استقبل 61 هدف الفريق كمان لعب في مسابقة الدوري البرازيلي الموسم يعني اللي انتهى كان 38 مباراة وأنهى الفريق مشوار في مسابقة الدوري في المركز السابع بجدول الترتيب برسيد 56 نقطة يعني بفرق 14 نقطة عن بطل المسابقة كان بالمراس وقتها فبرضو الجاب بلغة الأرقام ما بينهم في البطولات وفي الرانكينجز جاب كبيرة جدا يعني احنا بس ايه بنستعرض تاريخ الفريق المنافس بتاعنا طيب حقق المكسل في 16 مباراة من أصل 38 وتلقى الهزيمة في 14 مباراة عادة في 8 ونجح في تسجيل 51 هدف وطلقت شباكه 47 هدف 38 مواجهة حنرجع نقول تاني واضح جدا الفارق أو الفارق الموجودة بالأرقام وحنرجع نأكد تاني هو عنده مشكلة كبيرة فيه خط الدفاع بتاعه وعتقد يعني وقت من عدد آه طبعا يعني عندنا اللعيبة لازم يكونوا على دراية بالنقاط القوة والضعف ومهم جدا أن انت تدرس برضو يعني المنافس بتاعك ايه نقاط القوة بتاعته ايه نقاط الدعف بتاعه عشان تقدر ان انت كمان تستغل نقاط الدعف طبعا ما فيه مواجهة مشروع جدا وفي كورت القدام مشروع اكتر وفي نفس الوقت ما دي كنت تتكلم برضو اعتقد يا كريم اعتقد احنا محظوظين هذه النسخة الى حد ما لان اولا منشستر سيتي ليس الافضل في حالاته ليس الافضل طبعا واخر كان مباراة تقلق شوية لكن من بداية الموسم ما كانش الافضل تماما حد جدة كان ليس الافضل برضو كان عنده اصابات كان عنده غيابات شفنا الاداء كان يعني فيه لعب فردي احنا اللي كنا بنلعب لعب جماعي والاهلي لما بيلعب لعب جماعي بيروح حتة تانية تماما فدي برضو استغلناها بشكل كبير جدا في لومانانسي زي ما احنا بنقول دلوقتي نقاط القوة والضعف عندهم برضو نقاط ضعفة تانية بالمناسبة يعني فيه كبر للسن اللعيبة شوية احنا بالنسبة لنا بجد اللي احنا شفناه تاني هارجع اقول اتحاد جدة مدرب الاحمال بتاعنا لازم يتقلل شابو لازم يتقلل بجد برافو لان اللعيبة انت شفتها مش بتلعب عشان تحقق حاجة معينة وتنام او تريح اللعيبة مديها الاولى لنهاية المباراة بيلعبوا بنفس التقلق بنفس اللياقة مشوفناش لعب مثلا تعبان لا ما بيقديش بيتلكج يعني نازل وخلاص متواجد لا كان كل لعب موجود لي لازمة كل لعب موجود كان بيقدي واللعب الجماعي هو اللي بيفرق جدا مع النادي اللي هارجع اكد عن نقطة دي فيعني اعتقد برضو في بعض الامور اللي ممكن لو استغلناها شوية كريم يبقى الموضوع لصالحنا لكن مع كل اللي احنا بنقوله ده محدش يبقى فاكر ان المباراة دي في جبنا اصدفين ناس تقولك ايه انت عدت من الصعب اتحاد جدة فالمباراة دي على فكرة تحصيل حاصل او سهلة جدا انا خاف بقى من ده يعني انا بجد ما بخافش من المباراة القوية اللي فيها منافسات ولكن بخاف من الحاجات اللي يقولك دي مضمونة انا المباراة النهاردة بالنسبة لي اصعب من المباراة اللي فاتت بالمناسبة فيعني بتاقلي المفروض ده مبقاش يعني الناس اللي كانت عندها العبارة دي حاضرة دايما على لسانها شوفنا ما يكفي من المباراة اللي اكدت يعني عدم صحة هذا مفيش حاجة مضمونة لمليون سبب والمليون اعتبار يعني طبعا احنا بنفند مع حضراتكم اوجه القوة والضعف او نقاط القوة والضعف عند الفريق المنافس اكيد التفطيلة اللي قالتها نهواندي دي في منتهى الاهمية المتعلقة بخط الدفاع عندهم بدليل الارقام عدد هستيري من الاهداف دخل في مرموهم فاحنا بنتكلم على خط دفاع حنقول عليه متواضع لكن في المقابل بقى ويسيبكم الخط الوسط زي ما قالت برضو نهواندي من شوي خط الهجوم ناري بالمعنى الحرف لكلمة متنسوش حضراتكم ان احنا في نهاية المطاف بنتكلم على فريق برازيلي واحنا عارفين ان هم عددهم في جيناتهم كده في دمهم الحرفانة موجودة وحضرة بقوة واللي منهم مش برازيلي فهو ارجنتيني فاحنا مروحناش بعيد نتكلم على مهارات فردية اكيد حنشوف لها نعكسات كتيرة في ارض الملعب واكيد برضو احنا مذكرين ده وجهزين لده ومحضرين لده عشان نقدر نوقف الجزء الخطر من الكلام اللي احنا بنقوله اشتركوا في القناة